بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الحلم تأويله جيد ومؤشر قوي بأن الحالم سيكون من أصحاب السلطة والجاه والأموال مع العلم أن كل شيء فشل فيه الرأي من قبل سيحققه عن طريق إصراره وإرادته الفلازية لو رأت العزباء في منامها أنها تقوم بإعداد هذا العصير بنفسها فتلك الرؤية تعني أنها إنسانة عصمية لن تقبل مساعدة من الآخرين فستقوم ببناء نفسها من حيث الصروة والأموال وهذا الأمر سيسعدها كثيرا لأنها ستطعت أن تفعل شيء طلبته في حياتها ولو أخذ الحالم كاس من هذا العصير في الحلم وكان الكاس مصنوع من الزجاج الشفاف فتأويل الحلم بيشير إلى اقتراب موعد نصرة الحالم وحصوله على هدفه الذي كان بعيدا عنه ولكن بعد تلك الرؤية ستكون كل أماني الحالم قريبة منه أما إذا رأت المتزوجة إنها تتناول من هذا العصير وعندما أمسكت بالكاس بيدها ونظرت بداخله ووجدته خاوي فتأويل الحلم يعني إن رصيدها من الأموال سينقص بشكل مفاجئ كما إن الرؤية هنا بتعني أنها ستكون وحيدة في حياتها دون أنيس أو جليس وهذه الوحدة ستدمر نفسيتها أما لو الحلم الرأت في منامها إنها تناولت كاس كبير من العصير فتأويل الرؤية بيبين لها إن رحمها سينمو بداخله زكر وسيبارك الله فيه وعندما يحلم الشاب إنه يتناول هذا العصير في كاس نظيف ومخصول جيدا فهذه الرؤية بتشجع الحلم أن لا يبتعد عن الرزق الحلال لإن الله سيبارك له في حياته بسبب إن أمواله حلال ولو وجد الحلم إن الكاس الذي كان سيتناول منه العصير فارغ تماما أو إنه يوجد بداخله أي شيء حتى لو بيه كمية بسيطة جدا من العصير فتأويل هذه الرؤية بتؤكد إن الحلم هيحب فتاة ويريد أن يتزوجها في الواقع ولكن الزواج منها يكون أمر صعب جدا ولو تم تحطيم الكاس الذي كان به العصير في المنام فهذا الحلم بيعني إن شخصية الحلم بها صفة قبيحة وهي التبذير فهو لا يستطيع أن يتدخل أمواله وبالتالي هتنقص وهيفقدها تماما وهيكون عرضة للفلس والدين والله أعلم أما شراء عصير الأصب في المنام شراء عصير الأصب في المنام بيقول بأن صاحب الحلم إنسان يتمتع بتفكير عميق كما إنه شخصية طموحة بيسعى للحصول على أفضل شيء في حياته أكد المفسرون مثل إبن سيرين والنبلسي والإمام الصادق إن لون الأصب كلما كان أخضر زاهي في الحلم كلما كان النجاح الذي سيحققه الحالم مميز وفريد وسيتحدث الجميع عنه في المستقبل القريب تفسير حلم عصير الأصب للعزباء تفسير عصير الأصب في منام العزباء بيعني إنها منتظرة سمع أي خبر سعيد يهون عليها متعبها وبالفعل ستكون الفترة القادمة في حياتها كلها عبارة عن أخبار صرة وأيام كلها رس وخير عندما ترى العزباء في حلمها إنها خرجت من منزلها متجهة إلى محل بيعصير الأصب واشترت كوب كبير ووقفت حتى تشربه وهي في حالة من المطعة وعندما انتهت من تناول الكوب استيقاظت من النوم فهذا الحلم من الرؤى المحمودة لكل فتاة بكر ترى لأنه يعني إن نصبها في الحياة سيكون جميلا فلن تعاني معاناة كبيرة ولن تحزن على غالي والرزق سيكون عندها بقصر لو اشتهت العزباء أن تتناول هذا العصير في الحلم وعندما أمسكت الكوب وأخذت أول رشفة منه وجدت إن طعمه مر وصالح للشربة فهذه الرؤية تأولها سيء ويدعو الحالمة ألا تيأس من رحمة الله لأنها ستعيش أيام شديدة وقاصية جدا ولكن الله سيمحو هذه الأيام وسيعيد للحالمة السعادة مرة أخرى والله أعلم إذا حلمت العزباء أن بيدها عود أصب وتريد أن تقوم بتأشيره في المنام ولكنه كان متين جدا ولم تستطيع أن تقشره أبدا ولو جزء ضائل منهم فتأويل الحلم بيأكد إنها متعلقة عاطفيا بصراب وسيمان الله عليها بالصحوة في المستقبل القريب حتى تبتعد عن كل شيء تمسكت به في حياتها دون جدوى وستعيد النظر مرة أخرى في مستقبلها أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تأكل أجزاء من عود الأصب فتأويل الحلم بيعني إن العزباء لن تفرح بالمال مجهول المصدر مهما كان كثير وإنها ستسعب بالمال القليل الحلال إذن فهذا الحلم بيأكد إن الفتاة تلقت قدر كبير من التربية الدينية التي جعلتها تتمسك بكل شيء حلال عندما تحرم العزباء في منامها بعدين أصب لونه أخضر فاقع فتلك الرؤية بتشير إلى بداية خير في حياتها وهذه البداية ربما تكون عمل جديد أو رغبة العزباء في تكملة الدراسات العليا الخاصة بها بمجال تعليمها أو رجل متدين ستبدأ معه حياتها وسيكون شريك صالح لها والله أعلم وإذا حلمت المتزوجة بإن زوجها دخل عليها في المنزل وحامل على كتف مجموعة من أعواد القصب فتأويل الحلم بيأكد إن زوجها سيعطيه الرحمن وسيأتي إليها ومعها أموال ورزق وبسبب هذا الشيء ستغمرها السعادة وتتحسن حالتها النفسية ولو دخل الزوج على زوجته في المنزل بأعواد القصب وجلس يأكلان من هذا القصب سويا فتلك الرؤية بتبين هذه الرؤية إن المشاكل كانت بينهم كتير جدا ولكن الله سيخلق بينهم جزء من الطلاق الفكري والتفاهم حتى تزل حياتهم قائمة بدون خراب أو انفصاد والله أعلم شرب عصير الأصب في الحامل الحامل يعني إن الله سيرزقها بحياة زوجية سعيدة والمشاكل المستعصية لا تدخل بينها وبين زوجها وشرب عصير الأصب في المنام للحامل بيؤتل الناتو عاني من أمر صعب في حياتها وهذا الأمر سيجعله الله سهل ولين بعد هذه الرؤية وعندما تحلب الحالم إنها تمسك القصب بيده وتمضغ فيه بكل سهولة فتأويل الحلم يعني إن ابنها سيخرج من بطنها بدون أي تدخل جراحي كبير ولن تتألم لو حلم الشاب إنه يعمل صبي فيه محلي لبيع عصير الأصب وكان المحلي في حلم مليء بيء القصب في جميع أرقانه فهذا الحلم يحير الشباب والرجال لكن هذا الحلم هو حلم محمود لأن هنا بيرتقي بنفسه وبقدراته وبتعلوه مكانته لأعلى درجة في عمله وعندما يحلم الرجل إنه يريد أن يعصر عدد من أعواد الأصب وكلما أمسك بعود منهم حتى يعصره يشعر بعصر كثير فهذا الحلم بيرسل للحالم رسالة همة وهي لابد أن يتحلى بالصبر والنفس الطويل لأن الفترة القادمة سيحصل فيها على قوت يومك بصعوبة ولكن بعد مرور هذه الفترة سيأتي الخير من كل جهة والله أعلم أما هنا عصير الأصب في الحلم بيقول بأن الرأي لم يأخذ أي شيء يريده في الدنيا بسهولة ولابد أن يشقى كثيرا حتى ينال ما يطلبه فهذا الحلم بيؤكد صبر وضيق أحوال الحالم التي لم يدوم وسيأتي بعدها الفرج الكبير جدا دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم لايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يمسلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر